مستمرين إياكم في كويت اليوم والحين في فقرتنا الصحية رح نتعرف على مرض التصلب العصبي أو هذا الاضطراب اللي ممكن يصيب الجهاز العصبي للإنسان وأيضا يأثر على الخلل على سير حياته الطبيعية كشخص طبيعي رح نتعرف أكثر على أسبابه من هم الأكثر عرضة للإصابة في هذا الاضطراب وليش في الآونة الأخيرة قاعد نشوف هذا الاضطراب فيه تكاثر خصوصا أنك قاعد يصيب في أكبيرة من الشباب كل هالأسئلة والاستفسارات نحن نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا في الستوديو دكتورة نامارق الجاركي اختصاصي أمراض الجهاز العصبي حياتك الله دكتورة الله يحييك صباح الورد واح النور دكتورة واتنا نعرف منك كل دقة ما معنى التصلب العصبي التصلب العصبي هو مرض مناعي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي أي يصيب المخ الحبل الشوكي أو عصب العين لما أقصد بكلمة مناعي يعني يستهدف مادة معينة في الجسم وفي مرض التصلب الجسم يهاجم نفسه يهاجم مادة تسمى المايلين المايلين وظيفتها أنه يتغلف الألياف العصبية لنقل الإشارات العصبية من المخ إلى باقي أعضاء الجسم فبالتالي لما تتأثر مادة المايلين يحدث خلل في نقل الإشارات العصبية وبالتالي تنتج أعراض هذا المرض سواء كانت حركة إحساس توازن على حسب المنطقة المتأثرة دكتورة واتنا أيضا يعني تعرفين لنا هل في أنواع مختلفة على حسب المنطقة المتأثرة ولا هو مرض أو اضطراب يعني دائما الاضطرابات تكون على سبكترم تتراوح بين شديد وبين خفيف فهل نفس الكلام ينطبق على هذا الاضطراب؟ نعم طبعا الأعراض تختلف باختلاف المنطقة المتأثرة ولكن بشكل عام الأم أس هل هناك أنواع؟ نعم خلنقول في أربع نواع أول نوع اسمه الانتكاسي الانتكاسي وهو الأكثر انتشارا 85% من الحالات خلنسميه اللي هو النوع الخفيف طبعا من اسمه الانتكاسي يحدث نتيجة انتكاسات وبالتالي تستقر حالة المريض ومن ثم انتكاسة أخرى ومن ثم يحدث بعدها استقرار النوع الثاني اللي يسميه اللي احنا التقدم الأولي المرض من بداية يختلف عن النوع الانتكاسي يحدث تطور من بداية المرض النوع الثالث الانتكاسي التقدمي في انتكاسات وتقدم بالمرض في نفس الوقت والنوع الأخير اللي هو السكندري بروغرسيف أو التطوري الثانوي بحيث أنه أول شيء يبلج بطريقة انتكاسية ومن ثم مع الوقت بعد 10 سنين أو 15 سنة من المرض يتفاقم ويتطور دكتورة كلمين عن الرحلة العلاجية لجميع الفئات أو أنواع المرض اللي كلمتين عنهم صحيح طبعا العلاجات تختلف على حسب إذا كانت هناك انتكاسة أي حالة حادة نعالج هذا الشيء بالكورتزون بالنسبة للأدوية الموجودة هدفها التحكم في المرض كثر ما نقدر نمنع حدوث الانتكاسات ونمنع من تطور وتقدم حالة المرض العلاجات كثيرة ولكن للأسف إلى الآن أغلب العلاجات تستهدف الالتهاب اللي يحدث في مرض التصلب المتعدد مثل ما ذكرت في بداية حديثي أنه يستهدف مادة المايلين للأسف إلى الآن لا يوجد دواء لإعادة بناء المايلين وهذا التحدي أو التحدي في علاج مرض التصلب المتعدد سنتعرف أكثر عن هذا المرض دكتورة منك وأيضا نريد أن نعرف التحديات التي يمكن أن يواجهونها المرضى في جميع الفئات العمرية لكن من بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مع ضيفتنا دكتورة نامارك نامارك أفوان الجاركي وقالت تكلم عن الأمس أو التصلب العظبي دكتورة ودنا نعرف قبل الفاصل كنت نتكلم هل في أعمار أكثر عرضة لهذه النوع من الاضطراب العصبي أو ما لأي علاقة في العمر ياريت تفيديننا طبعا هو يأثر بعمر الشباب الفترة من أكثر فئة يصيبها مرض التصلب من 20 إلى 40 بس هذا ما يمنع أننا ممكن نشوف حالات أصغر وممكن نشوف أيضا حالات أكبر مهم أذكر أن يأثر على النساء أكثر من الرجال بنسبة 3 إلى 1 أي كل ثلاث نساء يقابلهم رجل يصاب به هذا المرض دكتورة ودنا أيضا نعرف منك بما أنت صاحبة الاختصاص هل التشخيص لابد أن يكون دقيق أو ممكن أي أحد مثلا مثل ما كنا نتكلم تحت الهواء يحس بأي عرض من أعراض الاضطراب التصلب العصبي وممكن يعرف على طول أنه لحاجة لعناية طبية وأنه يعاني من هذا الاضطراب أو لازم دكتوري شخصي ياردت وضحي لنا هذه النقطة صحيح طبعا هناك معايير معينة للتشخيص هذا المرض طبعا تشخيص التصلب يتم تشخيصه بدقة معايير يسميها مكدونالد كريتيريا أنا أحتاج انتيكاستين أي عرضين خلال فترة زمنية معينة على الأقل احتاج عرضين بينهم فترة زمنية لتشخيص هذا المرض شنو ما كانت الأعراض كنا نتكلم أنه مثلا المريض يعاني من خدار الخدار ممكن كثير ناس وأسباب كثيرة سواء كانت نقص فيتامين وضعيات معينة ممكن تؤدي إلى الخدار أنا أتكلم عن انتكاسة تجعل المريض يلجأ للرعاية الطبية وأيضا يساند التشخيص عمل رنين مغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي هذا مساندة للتشخيص الإكلينيكي وأكيد الفحص السريري وبعض الحالات ممكن نحتاج عمل أخذ عينة من سائل الحبل الشوكي لتأكيد التشخيص بحث عن أجسام مضادة معينة وأكيد في تحاليل دم لاستثناء مشابهات مرض التصلب المتعدد وهي عبارة عن أمراض مناعية دكتورة يعني هذول أمراض المناعية وأيضا عملية التشخيص هل لا بد أن يتم التشخيص كلما كان مبكر كلما كان أفضل للمريض ولا ما لأي علاقة لأنه يمكن في بعض الأحيان يعني الأبسود أو الحالة مات يوم وراء بعض صحيح ذكرتي نقطة مهمة جدا خصوصا لمرض التصلب المتعدد كلما كان العلاج أبكر كلما كان أفضل نقلل الالتهاب بحيث أن يأثر على الألياف العصبية وبالتالي نمنع فرص الانتكاسات والأهم تطور المرض فالعلاج المبكر مهم وأيضا بدء العلاج في بعض المرضى ممكن يكون عندهم تردد لا أنا ما أبي أبلش العلاج أفضل ألجأ إلى الجانب الطبيعي أو الأعشاب طبعا دائما ننصح أن هذا الشيء غير صحيح العلاج مهم جدا لأنه مناعة الإنسان تكون عالية نحن بحاجة إلى الأدوية للتحكم بالمناعة وبالتالي المرض تطور هذا المرض دكتورة مثل ما يعني شاركتيننا للتو ممكن الواحد خنقول يحافظ على نمط حياة صحية من خلال الرحلة العلاجية لكن شلو العوامل اللي ممكن تأثر على تطور المرض بشكل إيجابي وأيضا سلبي صحيح طبعا هناك عوامل أثبت دراسيا علاقتها بتطور المرض والإصابة بمرض التصلب المتعدد نذكر منها نقص فيتامين دال مهم أن المريض أو كافة الناس يشيكون مستويات الفيتامين دال وإذا كان أقل من الطبيعي أخذ الكابسولات اللازمة السمنة نمط الحياة الغير الصحي عدم ممارسة الرياضة الغذاء المليء بالدهون المشبعة السمنة لها ارتباط بمرض التصلب طبعا هذا أثبت علميا فمهم بسبب انتشار هذه العوامل نحن نشوف أن أعداد مرض التصلب المتعدد في انتشار فمهم التحكم بالعوامل اللي قد تؤدي إلى هذا المرض ذكرتي نقطة التطور مهم الالتزام بالخطة العلاجية اللي يرسمها الطبيب للمريض وفي نقطة أيضا مهمة الجانب النفسي الصحة النفسية للمريض وتأثيرها على المرض هل نتكلم عن الجانب النفسي بشكل دقيق دكتورة صحيح طبعا نسبة كبيرة من مرض التصلب المتعدد 75 إلى 80% يمكن يعانون من الاكتئاب القلق التوتر بحكم المرض جزء المرض الأعراض اللي يعاني منها المريض مهم أذكر أن الصحة النفسية قد تؤدي إلى ظهور أعراض جسدية ممكن فعلا المريض تكون حالته مستقرة بالأدوية ولكن صحة النفسية في حالة غير جيدة وهذا الشيء يخلي المريض عايش دائما في شك في قلق في توتر مهمة توعية أطلب من مرضى الأم أس واحد تقبل المرض أثنين التعايش مع المرض لما يحقق أن التقبل ومن ثم التعايش فبالتالي الصحة النفسية تكون بحالة ممتازة وهذا الشيء ينعكس على صحتها الجسدية وأكيد التقبلها ومدى استجابته للعلاج قلمينا دكتورة أكثر عن مدى استجابة المريض للعلاج خلاله أكيد في دراسات أثبتت كل كلام اللي قلتي فياريت تعرفيننا عليهم أكثر صحيح طبعا أهم شيء أن المريض يكون على علاج للتحكم بالمناعة اللي نحن نسميهم disease modifying treatment اللي هي العلاجات المناعية هذا أهم شيء للتحكم في المرض طول ما أن المريض على هذه العلاجات نقلل فرصة حدوث الانتكاسات بالنسبة للأعراض الثانية في أعراض غير الانتكاسات ممكن يعاني منها المريض مثل الخدار ممكن نتحكم فيه عن طريق الأدوية تيبس العضلات تشنج العضلات أيضا لها أدوية ممكن أن نحن نتحكم فيها وأكيد مناقشة أي شيء مع طبيبة لا يقرأ مثلا معلومات من مصادر خاطئة في الانترنت أو يقارن حالته بحالة مرضى ثانين يعني ولد عمه ولا صديقة كل MS يختلف من إنسان إلى آخر ما فيه إنسان ممكن يشبه مرضى بغيرة في عديد من الأمراض دكتورة يعني نقطة لابد يعني نوقف عندها تحتاج يعني عناية من عدة تخصصات صحيح مثل ما تكلمتي عن خنقول الأعشاب وكل هذا ونمو دائما يكونون في إفادة لكن أكيد ماكو ضرر كبير ودي أيضا أعرف منك شنو دور العلاج الطبيعي خنقول في الرحلة العلاجية لمرضى ال MS ذكرتي نقطة مهمة جدا العلاج الطبيعي لدور كبير وكثير من الناس ممكن يستهينون بدور العلاج الطبيعي أنا رح أضرب لش مثال المريض لم ييني العيادة يقول لي دكتورة أنا أشوف حالتي مستقرة ليش ألجأ إلى العلاج الطبيعي هذا الشيء أنا أقرره بالفحص المريض ما ينتبه للشغلات الفحص السريري عنده فحص عضلات معينة من اليد الرجل ألاحظ في ضعف معين أحنا نسميه ستل ويكنس المريض ما يكون حاسس فيه ولكن في الفحص يبين لما أسوي للاتزان تمرين الاتزان ألاحظ أنه فيه خلل فيه اتزانة هنا يهي دور العلاج الطبيعي هناك لما المريض يشتكي من خدار أنا عندي حبة مثل ما ذكرت تشنج العضلات أعطيه حبة لكن لما المريض ييني يقول لي دكتورة أنا عاني مشاكل من الاتزان أنا ما عندي حبة أنا ما عندي دواء ممكن يحسن من اتزانه غير أكيد الدواء اللي يتحكم في المناعة مثل ما ذكرت فهني دور العلاج الطبيعي هناك تمارين للاتزان تمارين للمبتدئين متوسطة شديدة على حسب درجة المشكلة الاتزان اللي يعاني منها المريض في الواقع ليس فقط مشاكل الاتزان الضعف حتى الخدار هل للعلاج الطبيعي دور نعم ودور كبير فأنا من ناحيتي أنصح المرضى كلهم حتى لحالة الأم أس مستقر أو طفيف معهم المرض أيضا يلجئون إلى العلاج الطبيعي ليس فقط لتقوية العضلات نفسيا ممارسة الرياضة تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ أي حركة تزيد هذا الشيء لأثارها النفسية الجيدة دكتورة يعني أبي أرجع وياتش لي بداية نقاشنا قلت نقطة عن أهمية التشخيص المبكر يمكن في بعض الحالات ما يعانون من أي سمت أو أي عرض يعني يخليهم يروحون يلجؤون إلى العناية الطبية أو إلى أي دكتور للمختص أساسي حصلون تشخيص السليم لكن هل العامل الوراثي يلعب دور في هذا الإضطراب وإذا كان يلعب دور شلون ممكن ولي الأمر يحط أينه على الطفل بحيث يعرف يراقب بأنه لأ كنا يبيله يعني نروح لك الطبيب ونعرف أكثر طبعا هل هناك عامل وراثي؟ نعم طبعا هذا الشيء أثبت علميا على دراسات التواعمل المطابقة والغير مطابقة فنعم هناك عامل وراثي بالنسبة لي شلون يحط بالا الإنسان ما أنصح بهذا الشيء إن الإنسان مثلا إذا عنده قريب من الدرجة الأولى معه أم أس مو يوسوس أو أنه يقول أنا بحاجة حسيت مثلا بروح أعمل رانين لا مثل ما ذكرت أعراض الأم أس يعني تكون واضحة تخلي الإنسان يلجأ إلى الرعاية الطبية الانتكاسة تكون واضحة ضعف خدار تأثر العين زغلالة ألم مع حركة العين الأعراض تستمر أكثر من 24 ساعة ثم يلجأ إلى الرعاية الطبية وأكيد يلجأ إلى الطبيب المختص بهذا المرض حتى يتم التشخيص مبكرا دكتورة قبل ما نختم وياتش ودي يعني توفحي لنا نقطة كنا نتكلم عنها تحت الهواء وهي شلون وايد ناس وعدد كبير من الناس لما يسمعون هذا الكلام التوعوي من أصحاب الإختصاص يبدون يوسوسون فكان رد جدا جميل وجدا في محلة يا رد يعني لو تشاركيننا الصحيح طبعا مو كل خدار يعني أم أس ومو كل ضعف يعني أم أس الأعراض تأتي بشكل مفاجئ وبشكل حاد تلجأ المريض يلجأ للرعاية الطبية بس هذا اللي أقدر أقوله يعني المريض لما يأخذ التاريخ كل شي دائما الطبيب يسمع المريض التشخيص مبني على سماع الهستري أو التاريخ الطبي للمريض وبالتالي يحدد إذا فعلا كانت أعراضة تستدعي عمل التحاليل والرعنين دكتورة يعني عضيتنا وايد معلومات أكيد فهذا تعدد كبير من الناس لكن قبل ما نختم معاتش أيضا ودنا نعرف عن فعالية يوم الخميس اللي راح تكون بمناسبة يوم الأماث العالمي شنو بيكون في هذا اليوم ووين بيكون وكل المعلومات اللي حابة تشاركيننا فيها طبعا محضرة فعالية توعوية اسمها بما يسمى كيف نتعايش مع مرض التصلب المتعدد مثل ما ذكرتي بمناسبة اليوم العالمي اللي تصلب المتعدد راح تكون تاريخ 16-6 الخميس الياي في مستشفى الكويت من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء طبعا هناك محاضرة توعوية أنا أدعو من خلالكم أكيد كل اللي مهتم في هذا المرض سواء كان مريض أهل مريض غير مصابين ولكن مهتمين يعرفون سواء كان من الطاقم الطبي وغير الطاقم الطبي مهم أن نتشاركونا لتوعية ومساندة مرضى التصلب المتعدد راح يكون في محاضرة ومن ثم حضرة بوث بحيث أن المرضى ممكن حتى المرضى لما يسولفون مع بعض ياخذون تجارب بعض مثلا تجربتهم مع العلاج الطبيعي أو علاج الام اس كله فيها إفادة يفيد هذا النوع من الدعم دايما يعني يفيد جميع المرضى وجميع أيضا الأشخاص اللي حابين يتعرفون عن هذه الأمراض والإضطرابات شكرين تواجدت معنا دكتورة نمارك كانت معنا دكتورة نمارك الجاركي اختصاصي أمراض الجهاز العصبي وإحنا راجعي لكم من بعد الفاصل خلكم معنا